السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم معنم غايداء المصري مدرسة الزهرة الأشرفية الخاصة حسنا اليوم مع الصف السابع ممادة التربية الوطنية والمدنية ودرسنا الأول من الوحدة الخامسة وهي بعنوان التغير الاجتماعي ودرسنا بعنوان طبيعة التغير بسم الله نبدأ طبعا يا ميس التغير هو عبارة عن سنة من سنة الكون وطبيعة للحياة فدائما الإنسان في حالة تطور وتغير من مرحلة إلى أخرى حيث أن الإنسان يمر بفترات نمو مختلفة هاي فترات النمو بتنعكس على أدواره وأنماط تفكيره في المجتمع كمان أن المجتمعات كمان بتختلف وبتتطور على المجتمعات قديما غير عن المجتمعات حاليا وإحنا حكينا مثلا الأيام ممكننا نحكي عن العصور الحجرية لاحظنا التطور اللي كان يتعرض له الإنسان واللي كان يمارسه الإنسان حتى أنه وصل لمفهوم الحضارة وتأسيس الحضارات والاستقرار فإذن التغير هو سنة الكون وهو طبيعة الحياة الآن بدنا نحكي عن أنماط التغير أنماط التغير شو النماط اللي بيصير عليه تغير طبعا في عندي عدة ألماط تشمل جوانب الحياة فيصير عليها تغيرات فمثلا بلاحظ أنه صار في عندي تغير بالأدوات والوسائل اللي بيستخدمها الإنسان مثل وسائل النقل أول وسائل النقل هو كانت من خلال التنقل على بعض الحيوانات أو استخدام من الحيوانات في عمليات النقل الآن صار في عندي وسائل النقل متطورة بدأت بالقطار حتى وصلنا مثلا الطائرة كمان أدوات البناء قدما كانوا مثلا يعملوا السقف من سعف النخيل من أشجار النخيل من النباتات كانوا يستخدموا وأوراق النباتات البناء والحجارة ما يطيل أما الآن صار في عندي تطور للبناء وأدوات البناء كذلك الأدوات الزراعية اللي بيستخدموها في عملية الحراثة وحصي المحاصي كمان صار في عندي تكنولوجيا للمعلومات وسائل التصالي اختلفت من خلال الرسائل إلى حد الآن مثلا وسائل الإعلام اللي ظهرت وسائل التكنولوجيا اللي ظهرت كمان منلاحظ أنه في عندي تغيرات في العلاقات الاجتماعية بين الأفراد في المجتمع وكذلك التغير في الأدوار اللي بيأديها الأفراد في المجتمع بختلف دور الفرد من فترة إلى أخرى والدور اللي بيأديه داخل هذا المجتمع طبعا كمان لما نيجي نحكي عن التغير في حجم الأسر كان زمان عندي الحجم الأسرة أو النوع السائد هو الأسرة الممتدة أخذناها بصف السادس أما الآن الأسرة النوى هو النوع السائد وحكينا عن المباني وكان مثلا بالنسبة لعمل المرأة أن المرأة ما كان يسمح لها في التعليم أو العمل أو الممارسة في النشاط الاقتصادي أما الآن المرأة سائدة في هذا المجال كذلك التعليم كانت تحرق من تعليمها أما الآن فهي تحصل على التعليم والتعليم العالي كذلك الآن يا ميس بدنا نوصل لمفهوم التغير فالتغير بمفهومه العام التحول من حال إلى حال يعني انتقال من أمر لآخر من دور لآخر من استخدام أدوات إلى آخر إذن هو التحول من حال إلى حال وهذا التغير بيكون بشكل جزئي أو كلي يعني شكل جزئي أو كلي يعني بجزء معين من حياة الإنسان مثلا دوره أو بشكل كلي بيغير حياته كلها وهذا التحول يمكن أن يكون تحول إيجابي أو سلبي إذن التغير يمكن يكون تحول إيجابي أو سلمي ويكون على مستوى الفرد والأسرة والمجتمع والعالم كله في عندي آثار من هذا التغير بترجع على الفرد والأسرة والمجتمع والعالم كله مرة أخرى التغير هو التحول من حال إلى حال إما بشكل جزئي أو كلي سواء كان إيجابي أو سلبي ويكون على مستوى الفرد الأسرة والمجتمع والعالم كله الآن نحكي عن التغير على مستوى الفردي ثم التغير على مستوى المجتمع التغير على المستوى الفردي طبعا الإنسان حكينا بيمر بمراحل متتابعة وفي أثناء عملية النمو وهي العملية بيطبعها تغير وتتطور في معرفته وفهمه وفي السلوكه وفي الطفل بداية ماشيه مثلا بيحاول يكتشف ما حوله حتى أنه يصل للمدرسة يصير في عنده أساليب سلوكات معينة وهي الأساليب والسلوكات بتتغير وبتنمو مع نمو الإنسان طبعا التعليم من أهم العوامل اللي بتأدي إلى التغير في حياة الإنسان كلما زادت معرفة وإزياء واكتساب الإنسان ومعرفته والتعليم وزادت معرفة واكتساب مهارات جديدة والتعليم هو الذي يسقل شخصية الإنسان ويكون عنده اتجاهات ثابتة نحو قضايا معينة طبعا هون حاطن لك نشاط ووضح موقفك من القضايا الآتي مبررا رأيك انتشار التدخين والمخدرات الاعتداء على المتلكات العامة تسرب من المدرسة يعني الهروب المشاركة في المناسبات الوطنية بإطلاق العيارات النارية بين مؤيد ومعارض بتهيأ لي أنه بتجاوب عليه سابع بتقرأ وبتجاوب عليه من خلال أنت شو عندك مكتسبات ومهارات طبعا أكيد النقطة الأولى مرفوضة النقطة الثانية مرفوضة والثالثة مرفوضة نحن من كل معارضين لإلها وعندي النقطة الرابعة والثالثة اللي هي الخامسة المفروض أنه نحن مؤيدين لإلها الآن ننتقل للتغير على مستوى الأسرة ثم التغير على مستوى المجتمع طبعا تغير على مستوى الأسرة الأسرة هي المؤسسة الاجتماعية الأولى اللي هي بتنشئ الفرد وبتعلم الصح من الغلط الباطل من الحق فهي اللي بتربي وبتنشئ هذا الفرد وهي لها دور أساسي في سلوك الأفراد عن طريق التربية اللي بتقدمها لأطفالها وهي الأسر مرت بمراحل عديدة سواء شكلها أو حجمها أو وظائفها وحكينا عنها وهذا أوائية محكومة بالتطورات المستجدة حولها أما التغير على مستوى المجتمع طبعا الإنسان بتفاعل مع مجتمعه المحيط عن طريق علاقاته الاجتماعية أدواره الوظيفية من خلال علاقته الاجتماعية بغيره من الأفراد كذلك ووظيفته وهاي التغيرات كلها على مستوى الفرد والأسرة تنعكس على المجتمع إذن التغير على مستوى الأسرة وعلى مستوى الفرد هي التنصب في تغير في المجتمع والتغير في المجتمع عملي مستمر تحدث بين فترة وأخرى في عنا كمان نشاط هون نتأمل الجوانب الآتي ونبين طبيعة التغير الحدث لإلها مثلا وسائل الاتصال والتواصل بين أفراد المجتمع قديما وحديثا حكيت عنها في بداية الحصة وسائل النقل طرق التعلم علاج الأمراض مثلا طرق التعلم كانت قديما عبارة عن حلقات أو كتاتيب في المسجد أما الآن في عندي مدارس ومراكز وجامعات علاج الأمراض كانت زبا في الماضي الأمراض تعالج عن طريق مثلا الأعشاب في أمراض ما كانوا يعرفوا لها علاج أما الآن في حالة تطور الطب في حالة تطور وتقدم الآن بدنا نتحدث عن مفهوم التغير الإيجابي والتغير السلبي اللي حكينا عنه يا سابع بالمفهوم إنه ممكن هذا التغير يكون إيجابي أو تغير سلبي مثلا حكينا التغير هو حالة طبيعية مستمرة باستمرار الحياة وهو عملية مقبولة وإيجابية طبعا هاي العملية بتكون مقبولة إذا كانت لمصلحة الفرد والمجتمع أما إذا كانت ضد مصلحة الفرد فهو تغير سلبي طبعا التغير بوصف وظاهر اجتماعي منه الإيجابي والسلبي حكينا من المجتمعات اللي بتسعى إلى التقدم والتطور وتنفذ التغيرات السلبية لأنه إلها آثار سلبية أو آثار إيجابية حطين لك عندك أمثلة يا ميس خمس جمال بدنا نصنف بين تغير إيجابي وتغير سلبي ازدياد نسبة تعليم الإناث إنه الأنثى صار عندها مجال لها تتعلم وازدادت هذه النسبة طبعا هذا تغير إيجابي انتشار ظهرة التفكك الأسري وتفكك الأسري هي ظاهرة أنه عدم التوافق والترابط في الأسرة والمشاكل الأسرية طبعا هذا تغير سلبي من أسباب انشغال عن الأطفال انشغال الزوجة عن زوجتها أو الزوجة عن زوجتها واهتمامهم بأمور أخرى ومنها يمكن يكون العمل إلى دور أساسي ثلاثة مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي يعني أن المرأة صارت تعمل في تمارس مهن جديدة لها دورها في الاقتصاد في الوطن فهذا تغير إيجابي قضاء ساعات طويلة أمام الإنترنت هاي من أهم القضايا السلبية اللي نشأت بسبب تطور التكنولوجيا وظهور شبكة الإنترنت إنه صار للأطفال والإنسان يقضي ساعات طويلة أمام الإنترنت فهذا تغير سلبي حتى إن الأسرة بتكون جالسة مع بعضها وكل واحد على تلفونه هذا تغير سلبي والعنف الأسري طبعا تغير سلبي بهك بيكون انتهى درسنا لليام حكينا فيه عن مفهوم التغير وعن أنماط التغير ومستويات التغير وصنفنا إذا كان تغير إيجابي وتغير سلبي مع إعطاء أمثلة يعطيكم ألف عافية